مجبل عباس التي أعلنت منطقة موبوءة وتشهد انتشارا سريعا لفيروس كورونا فرض عليها حجر صحي شامل لمدة أسبوع إلا أن الحركية بدأت طبيعية بالمعتمدية حيث فتحت المقاهي والمطاعم أبوابها أمام روادها ولم تستجب الأسواق لقرار منع الانتصاب على غرار السوق اليومي وسوق الخيلة في حين أغلقت الإدارات العمومية أبوابها وبدأ التنقل من وإلى معتمدية مجبل عباس طبيعيا أكتب لنا يوم وطني هذا يوم وطني رومت على خيوة عاملين لقاوياني محلول مواطن ندعوه جديا اليوم لأن الوضع الصحي متنقل في اتجاه الكارثة ندعوه إلى الالتزام بالحجر الصحي الشامل حماية له ودرءا للمخاطر التي قد تحدق به الجاعة وفرضت اللاجمة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا الحجر الصحي الشامل على معتمدية المجبل عباسة كما فرض الحجر أيضا على معتمدية حاسي لفريد وسيشمل الحجر الصحي الشامل انطلاقا من يوم الخميس القادم معتمدية القسرين الشاملية القسرين الجنوبية والزهور وضعية تعتبر حارجة جدا بالقسرين والارتفاع السريع في عدد الحالات في الـ 24 يوم الخرانين سجلنا 1288 إصابة سجلنا 69 حالة وفاة وصنفت ولاية القسرين من الولايات ذات الخطورة العالية التي تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا فخلال الأسبوعين الأخيرين سجلت القسرين 1288 إصابة جديدة بفيروس كورونا و69 حالة وفاة خلال ذات الفترة ما ينبئ بوضعا صحي كارثي سنح الدولة عندها جزء من المسؤولية في تطبيق القانون لكن رأى الوعي متاع المواطن هو أهم حاجة الحاجة السينية المهمة والذين نركز عليها رأى توفيدنا التلقيح وفي ظل هذه الأزمة واهتراء المنظومة الصحية والاقتضاد المسجلي بأقسام كوفيد 19 بولاية القسرين ونقص أسرة الانعاشة وأسرة الأكسجان على المواطن أن يتحمل مسؤوليته أيضا ويلتزم بإجراءات الوقاية وبالبروتوكول الصحية ويجب التكثيف من حملات التسجيل في منظومة إيفاكسا لتلقي جروعات الطريق